اشتركوا في القناة رؤوف وغاية سفر يونان انه يعلن لنا من جديد رأفة الله ويعلمنا كيف نحن نسلك كما الهنا كلمة رؤوف او رأفة بقموس اللغة العربية بتعني التعطف الشديد او تعطف شديد يقتضي بالاحسان والمغفرة والمغفرة وإذا إليهنا رؤوف بعباده وأبنائه وأولاده فينبغي لنا كمخلوقين على صورة الله أن نسلك برأفة وبملء الرأفة تجاه بعضنا البعض لما نفكر بسفر يونان نفكر بالحوط العظيم سمكة عظيمة ومننسى الإله العظيم الذي يقف خلف الحوت وخلف التاريخ وخلف الخليقة وخلف كل هذا الكون سفر يونان سفر مميز جدا وحبيت سميه رواية نبوية رواية نبوية وهو جزء لا يتجزأ من رواية الله الخلاصية من رواية الله مع شعبه اللي ابتدأت من بعد سقوط الإنسان وتنتهي عند عودة يسوع المسيح وعلى خلاف كل الأسفار في الكتاب المقدس سفر يونان يبدأ بواو العطف فالفصل الأول والعدد الأول يبدأ بي وصار قوله الرب ليونان كأنه جزء من رواية تاريخية كبيرة ومهمة وهي الرواية النبوية جزء من هذه الرواية وبينتهي سفر يونان بسؤال وبعدنا لهلأ في انتظار إذا يونان رح يتجاوب مع الله كما يجب أم لا رواية مفتوحة رواية نبوية سفر يونان في مفاجأات عديدة للي بيعرف السفر أول شي في عنا عاصفة ريح نوع شديد عظيم مفاجأة بعدين عنا حوت عظيم مفاجأة أخرى بعدين في عنا يونان عم بيقدم تسبيح أو صلاة عظيمة من جوف الحوت بقلب بطن الحوت مفاجأة أخرى بعدين توبة أهل نينوة مفاجأة أخرى بعدين يقطينا عظيمة مفاجأة أخرى بعدين دودة إلهية مفاجأة أخرى وبعدين خاتمة عظيمة ومفاجئة مفاجأة أخرى وهذه المفاجأات كلها هدفها انتبهوا ليس أن نغرق بكل مفاجأة ونبدأ نسأل كيف تنفس يونان بقلب الحوت وشو يعني السمكة الكبيرة بالعبرة هل هي حوت ولا حيوان تاني مش الهدف أنه نغرق بكل مفاجأة إنما هدف المفاجأات مفاجأة شعب الله بإله رؤوف ليس فقط على شعبه بل على كل الخليقة الذي يقف خلف التاريخ وخلف هالكتاب وخلف كل شيء